قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة بزيارة إلى عائلة كانو حيث قدم جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالصي تعزيهما وصادق موساتهما إلى الوجيه مبارك جاسم كانو والدكتور عبداللطيف جاسم كانو وذلك بوفاة فقيد العائلة الوجيه عبدالعزيز جاسم كانو رحمه الله كما قدمت عزيهما وموساتهما إلى أنجال الفقيد وأفراد عائلة كانو سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته مستذكرا جلالة الملك المفدى منقب الراحل ومشيدا بإسهاماته في مسيرة النهضة الاقتصادية والتجارية في البلاد ومبادرته في مجال العمل الإنساني والخيري مؤكدا جلالته أن الوجيه عبد العزيز جاسم كانو هو أحد رجالات البحرين المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم كما شاد صاحب الجلالة حفظه الله بدور عائلة كانو وإسهاماتها الكبيرة في الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية والتي شكلت رافدا مهما للتنمية الاقتصادية في المملكة مشيدا كذلك بالدور العائلة في العمل الخيري والاجتماعي ومبادرتها الإنسانية خدمة للمجتمع البحريني وقد أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمناقب الفقيد الراحل وما قدمه على صعيد المسيرة التجارية والاقتصادية والعمل الخيرية داعيا سموه الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ومن جانبه معرب أفراد عائلة كانوا عن بلغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى ولسموه رئيس الوزراء على مشاعرهما الطيبة الكريمة ومواساتهم الصادقة في فقيدهم الوجه عبد العزيز جاسم كانوا والتي تعكس حرصهما على التواصل مع أبناء البحرين في مختلف المناسبات دعنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحب الجلالة آهل البلاد المفدى وسموه رئيس الوزراء ويرعاهما ويسدد خطاهما ويمتعهما بمنفور الصحة والسعادة ويجعلها ذخرا وفخرا وعزا لمملكة وشعبها الكريم